السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله الله يحفظك بنتي سعاد برك الله فيك بنتي سعاد اللهم امين شكرا لك للا سعاد اما عن قضية العين والنحس والاكس هذا يوقع بنتي كي الناس المحظوظين كي الناس اللي عندهم الحظ السعيد كي الناس اللي مفرحانين وسعاداء وعندهم الحظ السعيد كما قال الله تعالى ولا يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا دو حظ عظيم كي اللي عندو الحظ العظيم كي في الصباح كي لأكل شي زين كي تولد في فمه ملعقة من ذهب فيما مشى الابواب مفتوحة كي تلقى عنده القابول كين ولكن طبعا مشي مجانا كي يكون بأعمال صالحة ودعوات وغيرها وكين الله يسترنى ويستركم لي عندو العكوسات والموانع ودائما الابواب مغلقة السبب اما ان يكون معين فعلا قال صلى الله عليه وسلم كلكم معينون الا من بورك لقال تبارك الله ما شاء الله والعين تدخل الرجل القبر والجمل القدر كما جاء في الحديث والعين تسبق القدر نطلب الله السلام والعافية ولا يرد القدر الا الدعاء والنحس موجود كي يكون انسان منحوس كيتم غادي ودائما يلقى بانه عندو ان عكسنا وكين الله يسترنى ويستركم معه التابعة تابعة بحال الظل دياله تسبقه اينما ولا وادبر وكتخسر له المزاج وتخسر للعلاقة مع الاخرين وكيدليه التمارض ماشين مارض التمارض دائما محبط دائما فنيو دائما ما عندوش ليانا دائما مقلق دائما رزقليل هذه كلها امراض روحانية يصاب بها الانسان قد يكون المعين معروف كما ذكرت هاتس سيد من العائلة في مدينة اخرى كناخد اثار العين ما اثار العين فعلا تبت في السنة ان احد الصحابة شاف واحد صحابي اخر بواحد شوف فيها الاعجاب ولم يسمي الله ولم يبارك فمارض الرجل مرض شديد اصبته حمى شديدة فاخبره النبي الكريم ان يغتسل بالماء ثم ياخد اثار الماء ويصب على الاخر فيشفى بحالك يحيد لان العين فيها طاقة طاقة سلبية وطاقة ايجابية الطاقة السلبية كالتمغادية قوية من لك تقول تبارك الله كتتحول من الطاقة السلبية الى الطاقة الايجابية كتعود الحمد لله مباركة اما لا قلتها حسدا وبغضا ولعيد بالله راك تمشي واحد بحال فيروس راك ينتقل بحال فيروس كورونا او اي فيروس اخر لك ينتقل من الجسم من الجسم كذلك العين كتخرج الاثار ديالا بحال الشعة اللي هي غير مرئية وكتضرب الانسان وكيعود مريض مقلاق متوتار مقيد وغيرها نزيل هذه العين بماذا نزيلها بان نقرأ دائما التحصين الحسن الحصين دائما غير تشوف راسك بانك مرصود عليك ان تجتهد في تلاوة دعاء الحسن الحصين واقله ان تقرأ كله والله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثلاث مرات في الصباح والمساء ان تقرأ الاخلاص والمعودتين في الصباح والمساء واذا زدت عليها كان افضل لابد ان نقرأ التحصينات اما بالنسبة للنحس النحس هي روح خبيثة بحال تابعة كنحيدها بماذا كنحيدها بان نقرأ صورة الليل كل ليلة قبل ان تنام كتقل صورة الليل والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانتة ان سعيكم لشتى الى اخر الاية ولسوف يرضى ولسوف يرضى ربنا يزين عنك النحس ويزين عنك كل ما تشعر به من تعب ويعطيك الرضا ودائما الانسان يبقى على طهارة الوضوء سلاح المؤمن ودائما الانسان يحافظ على الفرائد مع الجماعة ملكا ندخل وسط الجماعة راكي وقالي تلقيح لان الارواح والقلوب يسقي بعضها بعضا لماذا ربنا فرض علينا الجماعة صلاة الجماعة خمس مرات في اليوم وفرض علينا كل اعمال جماعة الحج جماعة العمرة جماعة الزكاة نخرجها جماعة الصيام نصوم جماعة وحتى تلوى القرآن جماعة والتجمعات دائما تكون مع المؤمنين في جلسة الإيمان لماذا؟ في هذا اللقاح هذا اللقاح مبارك لان الناس يجتمعون فيما بينهم الارواح يسقي بعضها بعضا كتلقى المؤمنون كتلقى الصادقون كتلقى المرضيون كتلقى المهديون كتلقى الصابرون هؤلاء كلهم عندهم عندهم وحد الخاصية زائدة كتأثر فيما بينهم وكتكون دائما مشافا وكتكون دائما الحمد لله مبارك ودائما منسوش الدعاء الإنسان دائما الذي يسبق كل شيء هو الدعاء العين تسبق القدر ولا يرد القدر إلا الدعاء دائما الإنسان يدعو الله في الصباح ويدعو الله في المساء وما خاب من دعاء أسأل الله تعالى للا سعاد أن يحفظكم جميعا من آثار العين والحسد والنحس والعكس والتمارض وما جاور ذلك وأن يحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بالسبع المثان والقرآن العظيم وأن يكلنا وإياكم الله تعالى بواسع رحمته وبكامل عنايته ورعايته اللهم أمين اللهم أمين يا أكرم الأكرمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله